أعلنت الولايات المتحدة أنها تقدمت بدعوى قضائها لمصادرات شحنات صواريخ إيرانية كانت مرسلة من الحرس ثوري إلى ميليشيات الحوثي وضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب وأعلن جون ديميرز مساعد المدعي العام للأمن القومي أن سفينتين حربيتين أمريكيتين صدرت 171 صاروخا موجها مضادا للدبابات وثمانية صواريخ أرض جو ومكونات صاروخية أخرى مختلفة خلال عمليتين منفصلتين في بحر العرب وأضاف المسؤول الأمريكي في 20 أغسطس 2020 أنها قدمت شعبة الأمن القومي ومكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كلومبيا شكوى في محكمة المقاطعة الأمريكية لمساطرة الأسلحات الصادرة اشتركوا في القناة